مصر النهاردة فيها استقرار نعم بغض النظر مين بيعمل ايه هيحصل ده ارهاب الارهاب هيحصل محدش هيقول قضينا على الارهاب النهاردة ولا قضينا عليه بكرة ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي هيفضل طول ما فيه خوانة موجودين جوه وخوانة موجودين برا وما افتح لهم وتمويل ليهم بيجي من هنا ومن هنا هيفضل الارهاب ده موجود لازم نتعامل مع كل هذه الظروف انه الارهاب موجود ولكن اعرف انه فيه نجاحات بتحقق نعم نجاحات وإلا اللي مش شايفة يبقى بعد الشر عليه يعني يبقى مش شايفة يعني اصلا مش شايفة ولا عايزة تشوف فيه نجاحات بتتحقق في المواجهة اه بتتحقق بدليل النهاردة عندك الدنيا كلها بتقول لك ايه ونسوي ايه ايوا بدافع عن بلد وهدفع عن الدنيا كلها ولسه والامبارح الرئيس اول امبارح مجلس دفاع الوطني بيمدد قرار تواجد قوتنا او جزء من قوتنا او مجموعات من قوتنا في منطقة الخليج منطقة باب المندب البحر الاحمر جيشك العظيم يعني اللي هو الامن القوم العربي والدفاع عن امن مصر وامن العروبة والوطن العربي بالكامل مصر مش دولة صغيرة دي اهم دولة في المنطقة مصر هي رمانة الميزان مصر هي قاطرة وما فيش مصر بقى ما فيش دول عربية ما فيش مصر ما فيش شرق اوسط ما فيش مصر فيه مشكلة كبيرة تحصل عشان كده كانوا عايزين وما زالوا اوعي تفتكروا انه هدي ما بيهديش ما بيهداش ومش هيهدى بس انت بتديله كل يوم على دماغه وبكل يوم انت بتنتصر وبقولك كل يوم مش كل يوم بتنتصر وبتكشف الاخرين وبتكشف مين اللي ضدك الميزة كل يوم بناكتشف مين معانا ومين مش معانا مين بيحاول يتآمر ومش قادر يقولها قوي بس بيحاول ايه يبصيها كده ومين بيشتغل ضد البلد ومين بيروج لعناصر الارهابية ديت ومين بيروج حتى للطابور الخامس ومين بيستغل مواقعه وبرامجه وقنواتهم وغيرهم وغيرهم ضد البلد ايه اصلا مش لازم تبقى ضد البلد تصديف الجاسوس محمد مرسي لأ ما ممكن تصديف واحد متعاطف معه تصديف واحد من اللي بيدعو للفوضى والتخريب تبقى انت هنا بتصديف مين واحد بيدعو يبقى ضد ضد الدولة المصرية ضد الشعب المصري مين بيعمل دة كل دول في خانة واحدة اوعى تفرق ما بين دا وما بين دا اللي بيديله النافذة واللي بيديله جرنال واللي بيديله مقالة انا بيقولك كل دول اوعى حد يقولك قسو عشان احتوي تحتوي مين يا يا عم الاحتواء تحتوه مين تحتوه واحد ضد ده واحد عايز يولع في البلد يعني هو لو طال بعض الشر يولع في البلد يولع فيها بل فيها هو مش همه لبلد ولا هم وطن ولا هم شعب هو همه هو نفسه فقط لغير ما أنا بقولك عشان كده هو عتدي امان لحد في كل دول أنا بقولك كل دول هم هو المتعاضفين معهم والمتعاضف مع الناس زي زيهم لا يقل خطرا ده بالعكس ده اسوأ لانه ده متلون اصدابي وشين على الاقل التاني هو اخواني ارهابي خلاص مجرم التاني ممكن مرة مش عارف فين ممكن مرة يبقى شمال خالص خالص ومرة يمين قوي قوي ومرة في النص هو حسب مصلحته دول اشد خطرا فخلوا بالكم منهم اوعى تدي امان لحد اوعى تدي امان لحد وانا بقولك هو بلدك ماشي عالطريق الصح ماشي عالطريق الصح بندفع التمن هندفع التمن بس اوعوا حد فيكم يفتكر انه البلد دي هيحصل زي اللي حصل 28-11 مش هيحصل انا بقولك مش هيتكرر اللي تكرر مش هيحصل ماذا هي مرة مرة وكانت غلطة كان حصل يعني مش عارفين تاني ليه حضرتك حضرتك المسؤول على فكرة الشعب لا بقولك جيش ولا بقولك شرطة انا بقول الشعب هو النهاردة حضرتك هتسمح يحصل في ولادك تاني زي ما انت بتشوف ده هتسمح مرة تاني يخرب لك الكهربة اللي كان كل يوم يفجر لك عشرين تلاتية برج الكهربة هتسمح كل يوم النهاردة يروح يولع لك في عربيات مترو وعربيات سكة حديد وحطي لك مش عارف ايه ويفجر تسمح بده تاني حضرتكو تسمح بده ان ينزل الشارع مسك الالف ايده تسمح بده انه انت ماشي ملكش يضربك عشان انت مش ماشي معاه في المظاهرة او عارف ان انت مش معاه تسمح مرة تانية بالكلام ده انتو الشعب انا بخطبش حد بخطبش للجيش ولا الشرطة انا بخطب الشعب النهاردة انت في بيتك النهاردة تسمح لشوية متأمرين تاني عايزين يعمل فوضى او يفكر يعمل حكاية دي في اي مكان واحنا فين احنا الشعب مش حد تاني الشعب العظيم والد الحج عليه مساء خير